الغريب في الموضوع أي حوار يتحدث عنه المعلم يعني مع رئيس عصابة من أباد سوريا من دمر سوريا من استخدم جميع وسائل الإرهاب ضد شعبه هل هذا نتجه بآخرا إلى الحوار؟ نحن خرجنا منذ البداية وكانت مطالبنا معروفة هو أسقاط النظام بالكامل ثم نتنازل إلى هذا التنازل يعني هذا غير مرغوب من الشارع السوري هذا غير مرغوب من الشعب السوري نحن نتحدث باسم الشعب السوري هناك بدائل كثيرة ولكن هذه المؤامرة الكونية صدق النظام في شيء واحد هو أن هناك مؤامرة كونية حقيقية ولكن ليست ضد هذه العصابة ولكن ضد الشعب السوري الشعب السوري الآن يواجه مؤامرة كونية حقيقية إن كانت من الولايات المتحدة الامريكية لو كانت ترغب في إسقاط هذا النظام لقالت صراحة عليها أن تسقط هذا النظام وكانت أسقطته روسيا ليست روسيا بهذه القوة ولكن الولايات المتحدة الامريكية هي لا ترغب في إسقاط هذا النظام هناك بدائل كثيرة نحن نطلع إلى الغرب وننظر إلى الغرب ونطلب من الغرب أن ينظروا إلى الشعب السوري بنظرة إنسانية لا بنظرة سياسية بنظرة إنسانية